اشتركوا في القناة والذي من المتوقع ان يكون صباح باكر الاثنين وكد الدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان النسبة العامة للنجاح في نتيجة التنويات العامة عشرين ثلاثة وعشرين بلغت تمانية وسبعين فاصل تمانية من عشر في الماء موضحا انه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الاثنين لاعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل واسماء الاوائل موضحا ان عدد اوائل التنويات العامة وصل الى ثلاثين طالب وطالبة ووجه الدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة لطلاب التنويات العامة قائلا ابناء الطلاب والطالبات الاعزاء اتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات التنويات العامة للعامة الدراسي عشرين اتين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين رسالتي لابناء الطلاب نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة اتمنى من الله عز وجل ان يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي اهدافكم ويتطلعتكم واود ان اذكركم بان النجاح في الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع في الثانويات العامة فاكتهدوا وثبروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق امالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الاساسية لوظائف المستقبل وتابع الوزير رسالتي لأولياء الامور ثقوا في ابنائكم ووفروا لهم الحب والطمأنين وادعموا اختياراتهم ايا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ومهدوا لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على اسس سليمة من التعلم والمعرفة وتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان بكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملاء المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسي كامل مرة ثانية ينشر اليوم السابع رابط نتيجة الثانويات العامة 20-23 قبل ساعات من اعلانها رسميا حيث من المقرر ان تعلن نتيجة الثانويات العامة 20-23 الاثنين واحد وثلاثين يوليو الحالي ويمكن للطلاب الدخول والتسجيل على الرابط المنشور امامكم على الشاشة لحصول على النتيجة فور اعلانها على اليوم السابع والذي من المتوقع ان يكون صباح باكر الاثنين واكد دكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانويات العامة 20-23 بلغت 78.8 من 10 في الماء موضحا انه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الاثنين لاعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل واسماء الاوائل موضحا ان عدد اوائل الثانويات العامة وصل الى 30 طالب وطالبة كل التوفي لطلاب الثانوية العامة ومستمرين في تغطية اخباري على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت